اليوم بيقولك الدكتور عمينا معمارة اللي هو عرف ناس ايه لإسماعيلية من النظافة، طيارات بطرش، شام النسيم، طب انت ما عازم في الناش في شام النسيم موانا ماتا لا، هتطوع القاهرة بقى تجيبه في سيخه وتسبوه وتسبوه وتربو طب انتو كتفهم لو ايه عدادكو بقى بشام النسيم هنا لا هو جمال بقى تشوف حاجات بسيطة والله بسيطة جدا تنتيجي ناس كتيرة جدا شباب واقفين في مدخل الإسماعيلية كل واحد ماسك وردة وكس بالا ليه كس بالا؟ عشان ما تمش حاجة بره لا عشان قشرت في سيخ ماعملش ريحة للبالة دي هو يا سلام يا سلام حاجة جميلة يعني انا طبعا يعني بتأثر بشكل كبير جدا يا مصطفى انت عارف يعني انا اصل انت بتقولي ايه دلوقتي دول نقاطي كلامك معلش بتقولي انا مش عاوز الناس تتكلم علايا كتير ده حقك انا موجب انا مش بجامل والله لا انا معاك بس انا بتأثر جدا يعني يعني بيقولك في العمرة كانت ناس في شكل مش طبيعي كنتوا باكتكي بالليل بما روح يعني بحاجة انا بتحبك كده وما شافتكش وما تعرفكش تبقى يعني الحمد لله هاي عشانت تصبت باصمها يا دكتور بس انا بقبص ربنا دايما نشكره على العمل والله الحمد لله ربنا دمع عليك ما هيخليك يا حبيب طيب انا وصلت الاخر حاجة دلوقتي يا دكتور وهي فقرة انت مين لما اقول للدكتور عبد المينة عمارة اسمك السلاسي ايه مين وستردك لانت عايش معاها اه بتحب ايه بتاكل ايه باه هوايتك ايه انت مين ده بقى للناس بشي ايه انا بقول دايما كده انا عبد المينة عمارة لانا كنت بضغط دماغي في الحطى والمصحف وانا محافظ الناس بدأت تدلعني بايه تدرد دماغي في الحطى بقى طول ايه تتعاور ان يسمع عمارة لانا وزير ولا انا محافظ لا مش اقول ده امي كدت بسميني يالله ارحمه عاجات كتيره كده اه في مينة زي مينة بتاع الكرة بتاعكم اه نعمل عب مينة اه يعني انا برنامج عمصطفى سهل جده لازم العب رياضة ودي تعلمتها من ساد مره الله ارحمه وانه مش شابك وتعالت مع مرة هالله عمينة ام انا بتفرج على التليفوزون ساعة بقرة ساعة بتمشى ساعة ده جزء من السيستم بتاعي طبعاً انا بطبيعتي طول عمري بالعب فلازم كل يوم كنتنزل الفجر انا ومراتي نجري في اسماعليا ساعة خمس الفجر نعم وبقيت الاسماعليوة يجروا ورايا فبقيت نعم الغد الوقت بيجروا الغد الوقت وبيمشوا ده جزء مهمة في حياتي لازم هلعب نمرة اتنين بعد يقول انت بتغيرش اه انا انا بتغيرش عايزة ما بيقوله بس انا ما بيقولش لا انا 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 وفتة صف بسكا فيه كوبات بسكوتين ثلاثة مثلاً ده يقول عمري كده؟ طل عمري اه اه واتغدى متأخر ساعة خمسة ستة حتة لحمة او حتة وطبع صلطة قد كده وساعات رز ومكارونة مرة او مرتين في الاسبوع واخد بالك والفاكهة لازم اتفاحة الصبح ااخد منها حتة كبيرة وباليه لاخد زبادي وموز بنت تقولي يا بابا انت من فصلت القرود باكل بس كتير وبعد ده اول اتفارك التلفزيون طبعا نازم بصال الفجر كل يوم الحمد الله الحمد الله عريقين يدم عليك وابعدين لازم اقارى القرآن كل يوم بقى لدلوقتي زبعين او اسبوعا ما قاريتش ليه؟ اتشغلت في شو nativesهات حاجات كده بنت منضف شو 줘ها جات خديد من شائعات في شائعتي من المation فدي تاني حاجة طيب كلمنا عن المادام اللي هي شافت معاكل حلو والمر وست اتصبرت كتير قوي كلمنا عليها كامل يا مراتي انا عرفتها وهي عندها 15 سنة ونص 15 سنة ونص وكانت داخلت الجامعة بقى فخطبتها في وقع ظريفة جدا ان انا انا مشوفش شيء خالص برجع على مشروب ودي كانت مشكلة في حياتي فالمهم ان انا بعد ماتي كانت ستة كريمة اعملوا اكل كتير وبتاع في العزومة انا مشوف ايه وبعدين ايه قال لي طب يا عما اه اه قاتوا الشيء عشان انا امنع مبتاها اه طول عما انا مشروب الشيء خالص قال لي ازاي كاميليا ده بشروب الشيء خالص بعد بتجوز تليتة عشاشة بتشاف كبير وقع دي كده هاهاهاهاها قلتلى انت خدعتين انت وابوكي مودمينة شاي يعني خدعتين انت وابوكي اه فا وانت لما تقدمت لها كان وظيفتك ايه بقى ساعاتها هي ما كنت مشاها في وزارة الشباب وزارة الشباب وزارة الشباب وزارة الشباب بقى اسماعليه اه وبعدين اه بعد ما شوية دخلت الجامعة فانعازة تجاوز بدري اه فهي كانت قادى بيه علمي قصلي وكان عندها مجموعة دخلها طبه وهندسة وخلافه وانا غدها يعطاه يا حولي فروحت بقى قلت لها اسماعي يا جامل اندور على حاجة فيها اربع سنين عشان نخلص عشان نخلص فخدت كلت القلوم يعاني يا ده ده اوحش من الطب دخلتها علوم والطب بيخوش هناك اه دخلتها علوم عشان يعني مش عارف ايه وهي بعد كده درست وخلصت السلاس بحق لوحدها بعد ما اتجوز اه بقى معايش هاد تاني يعني بس بتشغلش ما شاء الله هجمل حاجة فاني بتشغلش خالص اه ومعايا بما كنت محافظ كده كم شهر وبعايا تخلتها استغال انت يعني مش مع السيط اللي بتشتغل؟ لا لا خالص لا لا هي هي رغبتها وانا مخش اشغالها لانا انا محافظ كلها قاعد اتكلم مراتك راحت مراتك جاتت وانا بيش ديها يعني طيب احنا عندنا هنا في برنامجنا فيه رسالة مسانة حب تبعاتها لشريكة حياتك اللي تعبت معاك وانت بص للكاميرا كده هتبعت لها رسالة ولاها فيه ايه لا لا هي هي عارفة لان هي هي يعني المراتي اللي عبت دور كبير في حياتي ما فيش خلافة انا مربتش ولادي انا مربتش ولادي خالص هي اللي تولتهم هي تولتهم لا انا كنت برا ايو نفا نفا نين ماديا انا طول عمري الفلوس دي ما كنا في البيت حتى بسمعليا ما بيشلش فلوس ان الراجل اللي مش غال عنديه روح يجيب لينا اي حاجة او اي حاسب واما اه فهي مسكت الفلوس هي لولاها كده ما انت بقاش حد دلوقت وزيت الملاية لا يعني بصراحة لما هنسكت البيت دي نعمة من نعم ربنا على الانسان و هي بكروس تجارة فنافعت يعني ا работتلي ولادي طلعت مسلا داليا مهندسة في الجامعة الأمريكية طالت من جامعة العامريكية مروة طالت من جامعة yakلام و اي شاء الله محمد بن طلعهندسة في جامعة امريكية عايش في السويدي ابني دلوقته عايش ربينا خليه دلاع احفاد الله اكبر كله كلمت طبعا ولادك شوية لا عندنا ما اناقول لك كمية داليا كبيرة عندها احفاد ما انا حاولك عندها حافدين احمد ومنا طلع منا. عندكم منا باقي. على اسمي منا بنت. فأحمد خلص مهندسة من جامعة منشستر هندسة. ناشا الله. منا خلص جامعة امريكية. وبعدين مروة الاصغر. عندها ولدين. بنت بنت مهندسة من جامعة ميونيخ. ناشا الله. برضو مهندسة برضو. وحسين اخوها اه اه اتعلم في جامعة في لندن وخلص خلص خلص. محمد بقى لسه عنده دهات صغيرين. مفيش حدي فيهم طالع لعيب كرة كده يعوضك. لا حسين ده كان مو ممكن لعيب كرة جبير اه. بس الاسف الاسف. حد يشجعه. لا الاسف انا انا كنت بجيبه البيت ومهرومش عفقه وروحنا فيه جزيرة مرة. قلو يتصور معك تلفزيون. شريف كان بيشوف عليه شريف عب مينم. اه. قال لي الوادة عب مينم. الوادة لما اي حاجة بيشوفه عب مينم كواس جدا. يعني يوسف ايطر كان لعيب كواس فعلا يعني. نعم وبعد كده بعد التلفزيون بك كرهها. خالص. حسد بقى يعني فل حصل حد قرى عريبة عمال يعمل فيه بتاعه. ربنا يخلهم لكم يا ربنا يشوفون فأحسن صحة واحسن حياة. ندخل على هويتك. انت هويتك ايه يا دكتور? هل هويتك الصيد ولا الصفر ولا اراية ولا بتحب تقعد لوحدك ولا بتحب المجتمع يكون حواليك ايه هويتك? لا هي هي وادة زي ما انا زي ما انا قلتلك طبعا الهوات تتغير مع الايام. طبعا. لكن زي بقولك وزعتها زي ما علمني آآ ساد ماري. نعم. تلفزيون كره منها لله بتاخد وقت الواحد. طبعا. اراية واهمها قران دا زي ما اقرأ طبعا. دا زي ما اقرأ ضروري وبعدين بقرأ انا بقرأ انجلسك عن انجلسك اسفة بقرأ المعظم الحاجات اللي تبقى مكتوبة في الجراد الانجليزية. واخت بالك. والرياضة مرسط ان انا لعب رياضة. مم. دي طريقة هوايات يعني هوايات آآ وعدنا لام ولادي بقى يوم الجمعة لام العصابة. لا اساس دا لازم يجي. تعضي معهم يوم كامل. اه. وبعاين ان مراتي عاملة عاجة ويسا لازم كلهم يعني ايه يبوسون اما يخشوا. ماشا الله. لازم. وبقى عامت مراتي برضه ووقع كده ما عافش انا اقولي اقولي اقول لا. محمد ابني كنا كانا في الاسراحة فيها حتة اقفلتها كده. فقال لي يابا بعدي نعمل جامع جامعه كامل شجرة كده. وهو كان في اعدادية ده. اه اه. ابنك يا شباب. الاسراحة؟. الاسراحة بتاعتي اون اقول لا. لا وانا وانا محافظ باسمعليه اعو وكان صغير لسه 12 سنة بتاعه فالمهم قالت له محمد احنا كنا بندوس ايدي ابونا دايما انا بشافك بتدوس باندوس مثل ابوك يا اخي باسم يعني طب وما فيها حاجة اماما قلت تغلت خلاص قلت باخده جامع نصلي بقى كنت بقعد ورا مع الناس وبتاع ما بخشش في الهيسة دي كلها ايه الوقت نصلي يده اواخد ايه بايسه انا فرحان ماشاء الله فرحان بقى الناس كلها المحافظ بيبوس ايدي ابنه لا ماشاء الله شعر يا درش ونص اه جال بيت اه قال لي بقولك يا سبابو انت ومام بتاعتك دي انا مش هبوس ايديك قابل قالتوا ليه يا محمد قال ليه مفيش كروديا في اسماعليه اللي انا ما شفتش حد بيبوس ايدي ايه دابو اللي انا ربنا يخليلكم مادام كاميليا ويخليك ليهم يخليلك اولادك واحفادك وتشوفهم يا رب في احسن صور ايخليك حبيب ايه الحاجة انت بتحبها في الحياة تفاؤل 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 وابتسم انت في اسماعليه كان شعاري مكتوبة ابتسم انت في اسماعليه ابتسم تفتح القلوب ياريت كل الناس كان كل اسماعليه ويا قال ليه خليكو زي الهبل ابتسموا انتو ماشيين فغنقضوا بتسموا وهم ماشيين بتحب الترب انا متزوق فنة بقى مين مطربك المفضل اللي انت بتسمعه برجعك للزمن الجميل دلوقت شوف اشتركوا في القناة